موسيقى 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 اليوم قاني جايب وكن على كوكنفورس اللي هي أكبر حديقة في هولندا وأكبر حديقة بالعالم تنفتح من متصف مارس لحد متصف مائنا تقريبا حوالي جميع أحسن وقت للسيارة هي هو بشهر عبرين مساحة الحديقة تقريبا حوالي 32 ألف متر مروح يزرعون بيها سبعة مليون وردة أكبر حيث من أزهار التوليم اللي هي أزهار الخزان تعالوا يانا نشوف شو بحقي حديقة كوكنفورس سعر التكت سعر التكت تقريبا موالي 10 يورو ببكنا سعر التكت سعر التكتب 8 يورو غيرا تشتري لازم مركز كاركا 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 تمكن تشتري تجي بالباص أو بالقطار إلى عمي نصف كاركا كاركا مطبخ الزهور عملت في منطقة ليزا وهي أساسا منطقة مزارع للزهور الزهور تشكل عنصر مهم في الإقتصاد الهولندي هولندا تبيع سنوياً 9 مليار يورو من الزبور يعني العام المقاضي باعت هولندا 9.1 مليار يورو من الزبور كوكنهوف تعتبر منطقة جذب سياحي مهمة جداً رغم انه تنفتح بس تقريباً حوالي ثلاثة اشهر الا انه يزورها تقريباً حوالي واحد ونصف مليون سائح سنوياً حوالي تقريباً عوالي 20% منهم مولندين والباقي أمريكا، أستراليا، الصين، روسيا توزعها على هذا موجود بكوكنهوف مطاعم، متاحف، أسواق، الأشياء الشعبية مكان جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة